بعد توقف عن تنظيمه العام الماضي بسبب جائحة كورونا يعود المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته العاشرة هذا العام ليجمع ما يقارب ثمانين خبيرا في الاتصال من أحد عشر دولة عربية وأجنبية لمناقشة آليات إدارة الأزمات بأساليب اتصال مبتكرة ومعاصرة ويحدد مستقبل خطاب الحكومات للجمهور وحجم الشراكة التي تجمعهم في صناعة القرار هي نسخة ملخصة لكل الدورات السابقة نستفيد فيها من التجارب التي مرينا فيها في المرحلة السابقة من جائحة كورونا وأيضا المتغيرات السياسية والاقتصادية هناك تجارب مهمة سوف تطرح في منصة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي دروس الماضي والتطلعات للمستقبل أعتقد هذا هاجز جدا مهم في رسم سياسة الإعلام المستقبلية رسم سياسة الاتصال الحكومي بشكل خاص ويأتي المنتدى الذي سينعقد أواخر الشهر الجاري تحت شعار دروس الماضي تطلعات المستقبل للتركيز على التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي وأهم المحطات الماضية وصولا إلى الحاضر وما رافقه من تحولات ليستشرف بعد عقد من الزمان على تنظيمه مستقبل الاتصال الحكومي إقليميا وعالميا الفكرة العامة للمنتدى الاستفادة من التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي واستعراض أبرز المحطات الماضية وصولا إلى الحاضر وما رافقتها من تحولات يتضمن المنتدى هذا العام تسع وسبعي مشارك من 11 دولة سبع جلسات حوارية خمس خطابات ملهمة واثنعشر منصة تفاعلية خلال يومين المنتدى بتاريخ ستة عشرين سبع عشرين سبتمبر المنتدى سيشهد مشاركة غنية من أبرز الشخصيات الرسمية وخبراء الاتصال المحليين والإقليميين والعالميين منهما دكتور نيف الحزرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس البرلمان العربي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وفليب هاموند وزير المملكة المتحدة للشؤون الخارجية والكومنويلث وغيرهم عبدالله الزعبي قناة الغد إمارة الشارقة اشتركوا في القناة